بسم الله والصلاة والسلام على وصول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهشري سنواصل شرح مقرر كيميو عضويا 1 سنمر الآن إلى الجزء الثالث من المحور الثالث حيث سنتابع شرح كيفية تسمية الهيدروكاربونات الألفاتية المشبعة ذات سلسلة مفتوحة والتي تحتوي على تفرعات إذن في القاعدة رقم 4 عند وجود أكثر من نوع من المجموعات المتفرعة تكتب هذه المجموعات قبل اسم المركب ويتم ترتيبها ترتيبا أبجديا ناخذ مثال هذا المركب كما تلاحظون فطول السلسلة هنا تتمثل في 6 كاربونات ويوجد لدينا هنا مجموعتين متفرعة إذن CH3 المتمثلة إذن في الميثايل وكذلك CH2 CH3 المتمثلة في الإيثايل لكتابة إذن المجموعة المتفرعة في بداية الإسم يجب إذن اتباع هذه القاعدة رقم 4 حيث أنه يتم الكتابة حسب الترتيب الأبجدي انتلاقا من الحرف الأول للمجموعة المتفرعة فهنا مثل ميثايل تبدأ بحرف M والإيثايل تبدأ بحرف E E في الترتيب الأبجدي يسبق M فبالتالي إذن نكتب إيثايل قبل كتابة ميثايل وكذلك لا ننسى أن نكتب المؤشر الرقمي للمجموعة المتفرعة الإيثايل كما تلاحظون توجد على الكارب الرقم 4 وبالنسبة للميثايل توجد على الكارب الرقم 2 كما يجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال كتابة المؤشر الرقبي يجب أن نفصله عن الاسم المتفرعة بشرط إذن في كل مرة يجب إذن فصل الاسم عن الرقم بكتابة شرط إذن فالاسم يتمثل لنا في 4 إيثايل 2 إيثايل نمر الآن إلى القاعدة رقم 5 إذن في هذه القاعدة تنص على أنه إذا تكررت المجموعات المتفرعة يتم إضافة مقطع يدل على عدد تكرار هذه المجموعة المتفرعة فمثلا إذا تكررت المجموعة المتفرعة مرتين يكتب مقطع إذا تكررت ثلاث مرات يكتب مقطع تراي إذا تكررت أربع مرات يكتب مقطع تيترا ناخذ مثال هذا المركب إذن هذا المركب كما تلاحظون السلسلة الهيدروكاربونية الأساسية كما تلاحظون هي المستقيمة والترقيم هنا يبدأ من اليمين باعتبار أن أول تفرع يوجد على الكاربون رقم 2 إذن المتفرع هنا هو المثال ويتكرر ثلاث مرات إذن سنكتب مقطع تراي في بداية اسم المتفرعة اسم المتفرعة هو مثال نكتب إذن مقطع تراي إذن تراي مثال ونكتب كذلك المؤشر الرقمي لهذه المجموعات فهذه المجموعات توجد على الكاربون رقم 2 الكاربون رقم 3 والكاربون رقم 4 فبالتالي نكتب 2.3.4 شرطة تراي مثيل هيكسان لا ننسى أن الميثيل أو اسم المتفرعة واسم الهيك الأساسي لا يوجد بينهما أي فاصل أو أي مساحة هي متسلة مع بعض نمر إلى القاعدة رقم 6 إذن في هذه القاعدة تنص إذا وجد احتمالان في اختيار السلسلة الكربونية الرئيسية أي أن لهم نفس الطول ولكن هذان الاحتمالان يختلفان في عدد التفرعات فيتم إذن الاختيار الصحيح وهو إذا كانت مجموعة متفرعة تكون أكبر فمثلا نأخذ الاحتمال الأول هنا والاحتمال الثاني في نفس المراكب كما تلاحظون نفس المراكب في الاحتمال الأول اخترنا السلسلة الأساسية متمثلة في السلسلة المستقيمة تحتوي على 7 كربونات كما تلاحظون وبالنسبة للاحتمال الثاني كذلك 7 كربونات نفس يعني الطول السلسلة نفس 7 كربونات ولكن الاختلاف بين الاختيار الأول والاختيار الثاني في عدد التفرعات الاختيار الأول أو الاحتمال الأول يحتوي على تفرعين فقط والاحتمال الثاني يحتوي على ثلاثة تفرعات فبالتالي حسب القاعدة هنا رقم 6 تنص على أن الاحتمال صحيح إذا كان هناك عدد أكبر للتفرعات فبالتالي إذن الاحتمال الأول سيكون خاطئ إذن إذن الاحتمال الثاني هو الصحيح وبالتالي إذن نكتب اسم المراكب كما ينص يعني القاعدة هنا نكتب إذن اسم المتفرع في البادئة واني يعني المقطع الدال على التشبع ونكتب إذن المتفرعات المتفرعات هنا أم إذن ميثايل قبل البروبايل نتيجة للترتيب الأبجدي إذن بالنسبة للميثايل توجد كما قلنا إذن هذه التفرعات توجد على رقم 5 والكاربون رقم 3 فنكتب ثلاثة فاصل 5 إذن شرطة داي داي إذن ميثايل ثم شرطة أربعمية شرطة بروبايل هبتايل نمر إذن إلى آخر قاعدة بالنسبة لهذا الفيديو إذن خلال عملية ترقيم السلسلة الكربونية الأساسية التي تحتوي على عدد من التفرعات يتم اختيار طرف السلسلة في الترقيم بحيث يكون فيها رقم التفرع أقل أين وجد الفرق أقل أين وجد الفرق نأخذ مثال هذا المراكب هنا بالنسبة لهذه السلسلة الترقيم يعني أو السلسلة الهيدروكربونية الأساسية هي المستقيمة ولكن بالنسبة للترقيم هناك احتمالين هناك إما من اليسار إلى اليمين أو بالأزرق من اليمين إلى اليسار إذا اخترنا الترقيم باللون الأخضر سنلاحظ هنا بالنسبة للمؤشر الرقمي يوجد لدينا من 2, 3, 4, 6 إذن بالنسبة للترقيم أو الاحتمال اللون الأزرق سنجد أن المتفرعات توجد في رقم 2 الكاربون رقم 4 والكاربون رقم 5 والكاربون رقم 6 إذن سيتم المقارنة بين الاحتمال باللون الأخضر والاحتمال باللون الأزرق سنلاحظ هنا أن هناك الفرق يظهر في الرقم الثاني إذن بالنسبة للرقم الأخضر إذن احتمال بالأخضر نجد أنه رقم 3 إذن رقم 3 أما بالنسبة للرقم 4 سنجد إذن في الاحتمال الأزرق رقم 4 وبالتالي إذن كما تنص القاعدة أين وجد الفرق إذن نختار الرقم الصغير فبالتالي إذن سيكون الاختيار الاحتمال الصحيح هو اللون الأخضر ترجمة نانسي قنقر